أهلا بحضراتكم من جديد بالتأكيد احنا بنتكلم في مرحلة مهمة جدا بخصوص الفترة القادمة بالنسبة للنادي الأهلي القيمة الإفريقية آخر معاد لإرسالها بقرة الساعة 12 منتصف الليل بإذن الله هيكون آخر موعد لتسجيل أسماء اللاعبين بالنسبة لي القيمة الإفريقية على السيستم الخاص بتسجيل أسماء اللاعبين بالنسبة للمسابقات الإفريقية فبالطبع فيه اجتماعات مهمة جدا وفيه مشاهدة لشراية كتيرة جدا مع التدريبات عشان يقدر السويسري مارسل لكولر يحدد القيمة الإفريقية اللي هتشارك بإذن الله في مرحلة الدور التمهيدي الثاني يحق لك تسجيل 33 لاعب بحد أقصى في هذه القائمة ولكن بحد أدنى تقدر تسجيل 30, 25, 23 لاعب زي ما أنت عايز لأن القيد في يناير لن يسمح لك بتسجيل أكتر من سبع لاعبين وبالتالي الأهل القادر إن كان بيحاول يستفيد بالقائمة الأولية إلا هيتم بتسجيلها بالنسبة لي القائمة الإفريقية لذلك إنبارح كان فيه تصريح مهم جدا للكابتن سيل عبدالحفيز مدير الكورة وقال إن الأهلي خلال الفترة اللي جاية عشان يحدد الصفقات ويتم الإعلان عن تدعمات جديدة كل ده هيتم وفقا لرؤية مارسل كولر يعني بعد الإعلان عن ضم شادي حسين وبرونو سافيو المهاجم البرازيلي دي صفقات رسمية تم الإعلان عنها وبالتأكيد ده تم وفق رؤية لجنة التخطيط خلال الاجتماعات السابقة وتم الإعلان بشكل رسمي في الساعات الأخيرة لكن أي صفقة هيتم الإعلان عنها خلال الفترة اللي جاية هيكون وفق رؤية مارسل كولر بعد عرض هؤلاء اللاعبين على المدير الفني ومشاهدة شرائط عديدة للحكم عليهم قبل التعاقد معهم بشكل رسمي الناس هتقول لي تب نلحق بسرعة قبل يوم الخميس على فكرة أنت تلعب مطشين بس في بطولة أفريقيا ولسه عندك تدعمات في يناير عشان إن شاء الله استكمال المشوار في شهر فبراير فما فيش أي مساحة إنك تجري بسرعة عشان تعلن تدعمات أخرى خلال الفترة اللي جاية كل شيء في وقته كل شيء بالتأكيد مدروس طيب الفترة الأخيرة كان فيه عدد من لعبي قطاع ناشئين تم تصاعدهم ومشاركتهم في مباراة رسمية يعني مثلا على سبيل المثال أحمد نبيل كوكا أحمد سيد عبد النبي محمد أشرف حمزة علاء رفض خليل عدد كبير من اللعيبة كمان محمد مغربي لسه عائد في الفترة الأخيرة وبالمناسبة كان موجود مبارح ضيف مع الكابتن أسامة حسني فاللعيبة للناشئين والصاعدين أكيد كمان مارسل كولر بيحدد من خلال متابعتهم في التدريبات والمباريات اللي شاركوا فيها مدى يعني الأهمية من تسجيل سواء الست سبع لعيبة لذكرت أسمائهم أو ممكن يسجل خمسة بس أو تلاتة في القائمة الإفريقية والقائمة المحلية خلال الفترة اللي جاية كل ده هيتم وفقا لرؤية مارسل كولر كمان الصفقات كولر مش هيحدد بس موضوع الأجانب لا ده الأجانب والمصريين فكل الأمور دي بتتم من خلال المدير الفني السويسري وده تم الإعلان عنه بالأمس من خلال الكابتن سيد عبدالحفيس كمان مارسل كولر حدد مواعيد المباراة الودية خلال الفترة اللي جاية الأهل هيلع مباراة ودية أيام 21 و25 و29 من شهر 9 الجاري وهتكون مباراة متدرجة مستوى خلال الفترة اللي جاية في التحضير لبطولة إفريقيا آخر مباراة ودية هتكون يوم 29 و29 لأن أول مباراة رسمية في البطولة الإفريقية هتكون يوم 7 أكتوبر يأما هتتلاعب في رواندا مع الجيش الرواندي يأما هتتلاعب في تونس في مدينة المنستير مع الاتحاد المنستير التونسي ولقاء الزهمة بين الفريقين انتهى بفوزة الجيش الرواندي 1-0 ولقاء العودة بإذن الله هيكون يوم الجمعة القادم في تونس سكابتن سادا يحدد كمان أسماء الفرق اللي علعبها الأهلي خلال الساعات اللي جاية بشكل رسمي عشان يبدأ الأهلي أولى مباراة الودية يوم 21 تسعة بإذن الله كمان مرسل كولر قرر تعجيل معسكر الفريق اللي كان من المقرر إقامته خارج البلاد في موعد لاحق وخلاص هيكون فيه تطبيق النظام اليوم الكامل ابتداء من يوم السبت اللي جاي والفريق هيعسخر في إحدى الفنادق خلال الفترة اللي جاية كمان من الأمور اللافتة للنظر في التدريبات سواء في التدريب الصباح النهاردة أو في التدريب كمان لا هيبدأ خلال اللحظات إن اللعيبة نزلت النهاردة بترتدي الأرقام الرسمية على التي شيرت وده ما كانش موجود فيه التدريبات خلال الفترات السابقة ليه ده؟ مرسل كورر في مسألة القياسات ومسألة السكاوتينج أنت محتاج بتسجل فيديو لكل اللعيبة فيه التدريبات فمحتاج يشوف كل لاعب بالرقم الرسم بتاعه عشان يبقى ليه فايل بالرقم التي شيرت بتاعه يبقى عارف إمكانيات هذا اللعب وقدراته قدامكم مثلا في التمينة هو أليو ديانج برقم 15 محمد هنا هتلاقيه برقم 30 الحراسة معروفين هتلاقي كل لاعب برقم التي شيرت بتاعه فيه التدريبات خلال الفترة اللي جاية ده بدأ من النهاردة في المراني الصباحي وفي المراني المسائي كمان علي معلول كل اللعيبة اللي هتكون موجودة فيه التدريبات هتشوفها بالأرقام الرسمية اللي بتلعب بيها في المباريات الرسمية سواء المحلية والأفريقية هذه صورة للفريب الكامل قدامنا حسام حسن رقم 9 أحمد عبدالقادر محمد دهاني علي معلول زي ما قلت لحضراتكم وقاليو ديانج كمان بنفس الأرقام الرسمية